موسيقى اليوم سوف نعود فيه وصفة فيلي السمك بالتتبالة الرائعة كنت طلبتوني بزاف يعني نعود لكم وصفات الروتين اللي يفتح خليكم رابط لتحت في صندوق الوصف تفضلوا نشوفوا المقادر وطريقة التحذير بسم الله هنا عندي فيلي السمك اللي كنت شللتو بعصرة قارص و الماء و كنت قطرتوه و قطعتوه كما راكم تشوفو هندي تخونش على ثلاثة الأخش اللي فيلي كانوا كبير و كانوا كبار و الفيلة هاته تاع المرلان اللي هو المغلون اللي سوف نوجد له التتبالة هنا سخنت ربع كوب من الزيت شوية مش بزاف يعني سخنته من بعد طفيت له هنا بداية يعني راه دافي هنا ماشح نحرق التوابل هنا طفيت له المهم نخلي بركة توابل يعني يطلقوا مليح ضفت ربع ملعقة كبيرة من الكوركم ملعقة كبيرة و نص مففل الحمر مص ملعقة كبيرة من زنجبيل و هنا شوية بركة من فلفل الكحل و راح ندير الملح في الفيلة تاع السمك هنا نحرك و نخليهم كامل يطلقوا وهنا يا ربيت سنة كبيرة تعتوم و راح نجيب فلفل الحمر المدروس الدرسة كما راكم تشوفو هذا هو سر البنت مع التوابل راهم يعني يطلقوا هنا نجيبهم كما راكم تشوفو و راح نضيفهم مباشرة و راح نضيفهم مباشرة هنا فوق التوم و الدرسة زيت التوم مع هذه الحرارة يعني تطلق البنت نحرك مليح كما راكم تشوفو و راح نضيف سوس صوية يعني يعطي بنا ما شاء الله للحود نحرك مليح و نضيف كذلك عصرة الليمون يعني نصف حبابرك و طبعا كما اقتلكم نضيف الملح و نضيف الملح و نجيب لفلي توعيب باش نضيف و كما شفتوا في الروتين أنا وجدته الصبح يعني وجدته في طوري و وجدته في نفس الوقت و صبح باش في الليل يعني طيبته باش تشرب مليح مليح هدوك التوابل و التوم و كامل و لو عندكم زنجبيل يعني فخي رابوه مع التوم ما تديروش دخل هدوك الزيت و لو عندكمش دخل هدوك الزيت يكون زنجبيل غبرة اه نبدأ نقلب مليح لحوت التاعي و تقدروه هدوه تديروها كامل انواع السمك مقليه و لف الفرن يأتي ماشاء الله نغطيه و نخليه يترقد في التلاجة هنا بعد ما ترقد كما رأيكم تشوفوا حين و كامل هدوك الزيت نتخلص كامل من هدوك الزيت و رح نقليه في شوية من زيت مشي بزاف كما رأيكم تشوفوا نسخن مليح الزيت بعد النقص لها كامل و هنا نجوزه برك في الفارينة متخلوش تشرب كمية كبيرة من الفارينة و طريقة الطهي التاعو ستشوفوها معايا يعني الحوت يجيكم يعني يدوب في الفم شوفوا غير خضاء يعني غير ياخد برك يتماسك كما نقولوا نحن يتبدأ تقلبوا فيه غير بالعقل و ركو تشوفوا درجة الحرارة يعني ناقصة ناقصة رهي تكتك برك و انتم لا تقلبوا فيه ثلاثة تحت ربعة خطرات يعني و يطيب لكم بالخف تنحو تخليه يقطر من زيت تاعو و انا قدمتو هكذا كما ركو تشوفوا معاشو من نروز بس ماتي يجي تانيك يهبل و عصره قارس و رح نقسم لكم بشوفوا كيف شجا يعني يجا طايب زبدة بهذه الطريقة و السلام عليكم و خاصة التتبيل يعني ذك الزيت و القارس و التوابل يعني يخلوا الحوت يعني يطره و يجي يعني ما شاء الله ناقسم لكم بشوفوا و شو نقول لكم جاذبدة نتمنى لكم تجربوا هاد الوصفة متأكدة يعني تعجبكم و نستنع تعليقاتكم و قلكم تهلا و في رواحكم نساوش جام و تعليق و بارتاج و الى المنتقى إن شاء الله و السلام عليكم اشتركوا في القناة